أعرب مع السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب عن اعتزازه بعمق الروابط الأخوية والاستراتيجية التي تربط مملكة البحرين بجمهورية تركيا الشقيقة هذا وأكد معالين رئيس مجلس النواب أن زيارة التاريخية التي يقوم بها صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدة إلى جمهورية تركيا تلبية لدعوة فخمة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا الشقيقة تعد دليلا واضحا على عمق العلاقات البحرينية التركية وأكد معالي رئيس مجلس النواب على دعم السلطة التشريعية في البحرين لكافة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها بين البلدين خلال زيارة جلالة الملك المفدة مضيفا أن من شأن هذه الاتفاقيات تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات التي تعود بالخير على الشعبين الكريمين كما أن هذه الاتفاقيات ستحظى بجانب من الأهمية خلال عرضها على السلطة التشريعية للتصديق عليها اشتركوا في القناة